أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم لسائحين الأوكران الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر يأتي ذلك في إطار حرص مصر على تقديم أوجه رعاية ممكنة لرعاية الدول الأجنبية القادمة إلى مصر للأغراض السياحية وفي ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية الأوكرانية وأوضح مجلس الوزراء أن أوجه الدعم التي قدمت الحكومة تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأوكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة وأضف المجلس أنه تم كذلك التوافق على تسيير رحلات من شركتي مصر للطيران وإركايرو لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مدة الإقامة كما أعلن مجلس الوزراء أنه حتى الآن تم نقل نحو أربعة آلاف سائح أوكراني كما يتم اتباعا لاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران